السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الجمهور يا عينيار احنا زادين في الكلام يقولوا الظحك تبسام والكي ترشام بسنا هل الكلمان فكروا فيها قال لك الظحك تبسام وملك يتبسم الإنسان مشيتك يرجع العقاب بشكل رقابة عمر من الأدруго risk 余ة أن يقولك أنها تبسام وملكي ترشام كيف تبرسام الكي ترشام الإنسان يصبح يелейشه يفكر في يديه ودود فكره الشيوخ الفنانة إذا قالوا الكلمة رأيها في بلاستها ثم يقربوا عليها سيدي الأساتداء وكالإنسان لها الكلمة ما عارفها أرنا يا سادات يا كيرام نقول له الحكاية والحكاية أنتم اللي ركوا توصلوني لهذا الموصل الجمهور ديالي بشي أنا بديت قال لي كنت ناسيه واللي تنفكروا وكان خدمتي أن القناة نهار الأول وشتهمها تسجعك شي بها التورة وقلت الناس داخل الوطن وخارج الوطن كي يهتموا بهذا الشي ما غير نزيد فيها أنا ما عندي ما ندير بها عايش عايش تهشر أنا كنديروه لكم كنوتقوه قلتكم تبعوا مزيان وتحياتي للجمهور وإلا أبغاك الجمهور أبغاك الله وإلا أكرهك الجمهور يكرهك الله علش كي يقولوا المحبة إلا أحبك للشعب الجمهور سافرك محبوب تعمد الله ورحنا نزيدين في الحكاية لا تقولوا غادي نستمحوا فيها كان أعطيها لكم درس وفائدة كان ليكون غالط مع الوالدين وغادي يولي للحقيقة أنه اسموه نربح كان نربح الآخر مع السيد ربي وكان نربح ذلك التشجيع كان نربح لجمهور ديالي هذا الشيء اللي عندي فيه الربح وكان الربح هذاك الإعجاب اللي كي يديره كما هاك أصحابي كي يسجعوني وأنا باش كنفكر أنت كان دير الإعجاب ها هو كما هاك ولكن انت ما فكرت فيه ولدارت الإعجاب يعني نشكرك عن تحياتي إليك والكرة فيه درس وفيه حوار وفيه فن أنا أسراتي نقول في العقل ديالي كنشوف ذلك الإعجاب كان نقول هذا محيب في التراث الوطنية وفيه غيرة على الوطن وعمره أنا ما قلتها لكم ولكن هذه عودة طحت لي عن البلدية أنا بغيت نقولها لكم وأنا ما عارف إلا درس لإعجاب ربي خلصك ما درتي ربي خلصك نحن ناشطين ناشطين الشيخ على الليل زيد القدام أرنن ولا ولا الحكاية بيته لما أصبح الحال يا سيدك حزمه على ظهره راح غادي به اللي حتي خلطه للسوق شوف اللي بغير ربطه شوف خلطه للسوق دهل واحد القهوة الغال القهوة يقوله شوف هذا رهب أعطيه ما يأكل بغالاته يعطيه بغال القهوة يعطيه اللي بغالها أعطيها له أنا غادي يمشي نخدم والخلص تنخلصك وحاجة أخرى اللي جاء وقعد مع البل أعطيه ما يفي قهوة اللي بغالها وما تخلص تعلق واحدة وعقل خال اللي هو مشار السوق يخدم شيباني راح قعد حتى يجي واحد شيباني يخر سمعه يقرر القرآن وقعد معاه جاء واحدة وخر جاء واحدة وخر جاء واحدة وخر لحتى ولت في عشرين خلق طهوة عمرت الشوف كان اللي ما يعرف شي حتى صورة الفاتيحة ما كان غير اللي كبار عليه مية وعشرة مية وخمسة مية وعشرين مية وخمستاش مية قلوا له يا شيباني من يجبك سيدي ربيحنا ما كنش نعرف حتى باش نصلي صورة الفاتيحة ما كنش نعرف مية وراء قلوا بدأ بعمل مية ورقة باستة نحن بباست مية ورقة قال له يا سيني وكان قلت لك ما تخلص حتى على واحد قال لا اخوي انا ما نحرم حتى شي واحد رب العالمين هذا الناس محسنين ما نقدرش مبخلهم قال له ابا قال له نعم وقال له نوضي الله الروح الروح وهم يدوره في ذوك الشوابن قال له هذا اباك قال لي هم ابا قال له لا بغيت دعوة الخير كل يوم شبه لنا لها القهوة سأعطينا دروس و سأعطينا واحد فائدة جيبه لها القهوة قال لي هم صحا الشيباني دار في ولده وقال له شوف اباك قال له نعم قال له نحن ما نمشوش منا اللي احتغد ينعطيك دعوة انت على الخير ابا في الصباح تدعي في الظهور تدعي في العاصر تدعي في المغرب تدعي في العشاء تدعي ابا قال له ابا شوف هذا الناس كبار علي انا صغير في عمري مئات عام وعامين وهذا كبار علي انا التالير في عمري مئة وخمستاش مئة وعشرين بغيت الشهدو عليك في دار الدنيا والشهدو عليك في الاخيرة الها بصحة هرنا يا سادات يا الاحباب الشيبان يمسكين عرى الراس انت اخبيض اسمع الدعوة اللي غادي يقولها يا المرضية المرضية اسمع الدعوة اللي راه غادي يقولها والحكاية راحنا زايدين فيها وقدام وتهلا في الوالدين الشيخ الليل ما يقول لك شو واحد الكلم اللي غادي يخرجك الطريق غادي نقول لك الحقيقة باش علمني سيدي ربي وتحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن وانا نحبكم بزاف الجمهور هو عينية معاه ناكل معاه وشارب امن الحمد لله على سيدي ربي ما عندي احتاج شي حاجة سوى ربي والجمهور والله ينصر المالك محمد السادس وهذا الفن اللي خدمنا به داخل الوطن وخارج الوطن ونطلب ربي الله حيد علينا هذا الوابع وتولي الحواج كم القاعدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته